تسلم قطع صحة صباح اليوم عددا من سيارات الإسعاف مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة بين بلادنا والاتحاد وستخصص هذه السيارات لدعم بعض المستشفيات داخل العاصمة وخارجها لسد النقص الحاصل في الوسائل اللوجستية في بعض المستشفيات خمس سيارات إسعاف موزعة على مقاطعتي دار النعيم والسبخة في ولايتي واكشوت شمالية والغربية ومقاطعات بابا بي وبوكي وألاك في ولاية البراكنا هي الهدية المسلمة لوزارة الصحة والتي تدخل في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي من خلال برنامج دعم غطاء الصحة الموريتاني باس وبالتعاون مع الوكالة البلجيكية للتنمية ستسلم هذه الهدية دون شك في دعم الخدمات الصحية لا تجودة لفائدة سكان المناطق المستهدفة كما تجسد هذه المساهمة الصحية أهمية وفاعلية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تصب في سياق أهداف برنامج أولويات الموسع فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغازواني جانب المتعلق بدعم نظامنا الصحي المسؤول في الاتحاد الأوروبي سيد جان مارك دوريب أكد أن هذا الدعم يأتي في إطار استراتيجيات الاتحاد لدعم القطاع الصحي في موريتانيا والنهوض به ودعم الخطط الرامية إلى القضايا على جائحة كورونا ودعم المستشفيات الجهوية بالوسائل اللوجستية مقاطعات عدة تستفيد من هذا التدخل الذي سيسهم في تحسن وضعية المستشفيات المستهدفة التي تعاني نقصا في سيارات الإسعاف